اهلا وسهلا بكم في قناة اكتشف مصر هتكلم النهاردة عن موضوع جديد بعنوان مصر حبة النيل اتمنى ان الموضوع ده ينول اعجابكم وما تنسوش تشتركوا في القناة اللي لسه مشتركش وتعملوا شير ولايك وتفعيلوا الجرس علشان يوصلوكم كل الفيديوهات الجديدة اهلا بكم مرة تانية مصر التي تقع على نهر النيل تعتبر جنة خضراء في وسط السحراء من نهر النيل تفيد المياه الوفيرة هذه المياه هامة جدا للحياة فهي تعتني بالبشر وبالحيوانات وتعتني كذلك بالزراعات التي توجد في وادي النيل اعتقد المصريين القدماء بوجود آلهة هذه الآلهة المصري القديمة كانت تمثل على هيئة حيوانات او على هيئة بشر وكانت تمثل ايضا على شكل انسان له رأس حيوان هذه الآلهة المصرية القديمة كانت تلعب دورا هاما للانسان المصري القديم اثناء فترة حياته وبعد مماته الاله الرئيسي عند المصريين القدماء كان يسمى آتوم او راع وكان اله الشمس عند المصريين القدماء كان هذا الاله حسب العقيدة المصري القديمة خالق الكون كان يمثل الاهرع على شكل قرس الشمس وكان يمثل ايضا على شكل رأس سقر او انسان له رأس سقر في اثناء اليوم يسافر الاه الشمس راع بمركبه عبر السماء وفي اثناء الليل يسافر الاه الشمس راع الى العالم السفلي لقي لكي يقوم بايقاظ الموت من موتهم ده لنا كنت عايز اقوله النهاردة اتمنى ان يكوننا لاعجابكم ما تنسوش تعملوا لايك ولو ممكن تشارهوا الفيديو ده وتشتركوا في القناة اللي لسه مشتركش وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديدة شكرا لكم كان معاكم محمد مصطفى الى اللقاء في فيديوهات اخرى قادمة سلام عليكم اشتركوا في القناة